في أحدث موجة من العقوبات ضد الجماعة الموالية لإيران في اليمن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات ضد أربعة أفراد قدموا تعمل بهجمات الحوثي الأخيرة على السفن التجارية بالبحر الأحمر وأيضا خليج عدن وفي لندن أصدرت الحكومة البريطانية قائمة عقوبات جديدة تستهدف أربع شخصيات بينهم قائد قوات الحوثي البحرية ووزير دفاعه نناقش هذا الملف مع ضيفنا من القاهرة مدير مركز الهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية الدكتور محمد فايز فرحات أهلا بك دكتور فرحات فرض عقوبات لمكافحة الإرهاب تستهدف أربع قيادات حوثية في اليمن ما الفارق الذي أصلا قد تحققه ضد هذه الجماعة وسلوكها مساء الخير أستاذ فيصل في الحقيقة طبعا هذا سؤال مهم ويسير سؤال أكبر حول حجم أو حجم تأثير العقوبات كآلية في العلاقات الدولية سواء على الدول أو على التنظيمات والجماعات يعني هناك عقوبات دولية عديدة حتى بعضها كان من داخل مجلس الأمن بمعنى أنه كان استند إلى قرارات أممية وهذه العقوبات استهدفت دولا عدة لكنها لم تؤدي في التحليل الأخير إلى تغيير سلوك هذه الدول أو إقناعها بالعدول عن قرارات استراتيجية كبيرة اتخذتها وصارت في تنفيذها والمثال الأكبر في هذا الإطار حالة كوريا الشمالية التي يفرض عليها عقوبات قاسية سياسية واقتصادية ومالية وعسكرية منذ سنوات طويلة ومع ذلك لم تنجح في تحقيق الهدف من وراءها وعدم تطوير كوريا الشمالية لقدراتها النووية وقدراتها الصاروخية فبالتالي السؤال يصبح أكثر مشروعية ما هو تأثير حجم هذه العقوبات في حالة تنظيمات يعني هي في النهاية حجم علاقاتها الاقتصادية أو المالية أو السياسية مع العالم الخارجي إما غير موجودة أو إما أنها تتركز مع أطراف محددة وبالتالي في حالة جماعة الحوسي كما نعلم علاقاتها بالأساس تتركز مع دولة واحدة هي إيران وبالتالي مثل هذه العقوبات أعتقد أنها لن يكون لها تأثير كبير على سلوك جماعة الحوسي سواء فيما يتعلق بعلاقاتها بشكل عام مع الأطراف الخارجية أو فيما يتعلق بسلوكها في المنطقة مثل هذه التنظيمات تحكم قراراتها أمور كثيرة في رأيي ليس من بينها علاقاتها المالية أو السياسية أو الاقتصادية مع العالم الخارجي لأن حجم هذه العلاقات محدود جدا وبالتالي هذا يجعلنا أو الاستنتاج الرئيسي هنا أن مثل هذه العقوبات لها دلالات رمزية بالأساس لها دلالات بأن مزالت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الذين يتعاونون معها في هذه العقوبات يعني أنه مزال على علاقة عداء مع هذه التنظيمات وإن كان هذا لا يمنع أيضا إمكانية أن تشهد هذه العلاقات تحولا مفاجئا بمعنى أنه كان لدينا مثالا سابقا في عهد الرئيس ترامب كان هناك تصنيف للجماعة الحوسية كتنظيم إرهابي ثم تم العدول عن هذا التصنيف فبالتالي الأمر كله يحكمه العلاقات البراجماتية أو المواقف البراجماتية والأمر لا يحوم دون إمكانية أيضا العدول عن مثل هذه القرارات أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بريطانيا تراهنان على مسألة هذه البراجماتية وربما القوة الناعمة لحداث تأثير في سلوك الحوثيين من خلال التواصل بشكل مباشر مع إيران أو غير مباشر من خلال الصين أم أن لديها ربما قدرة على ضغط أو مستوى ضغط أكبر من الناحية العسكرية يحقق هذا الردع أولا تم استخدام الألية العسكرية الولايات المتحدة الأمريكية مع بريطانيا كان لهم حضورا عسكريا مباشرا في البحر الأحمر وكان الهدف الرئيسي هو التعامل مع ما اعتبروه تهديدا للملاحة البحرية من جانب جماعة الحوثي وتم تنفيذ مجموعة من العمليات ضد أهداف حوثية ومع ذلك لم تنتهي عمليات الحوثي بشكل كامل الأمر الذي يعني أن العمليات العسكرية أو الحضور العسكري في البحر الأحمر ليس هو المدخل الأكثر فعالية للتعامل مع جماعة الحوثي هناك يعني مداخل أخرى يجب العمل عليها إذا كان هناك يعني رغبة حقيقية في استقرار حرية الملاحة في هذه الملاحة مثل ماذا؟ الشديدة الأهمية بالنسبة للعالم من ذلك على سبيل المثال من ذلك على سبيل المثال وقف إطلاق النار في قطاع غزة هذا الإجراء أعتقد أنه سيصحب البساط من تحت كل المبررات أو من تحت كل التنظيمات التي تنفذ أو تحاول جر المنطقة إلى توسيع رقعة الصراع استنادا إلى ما يجري في قطاع غزة هذا مدخل رئيسي وشرط رئيسي أعتقد أنه سيساهم في تحقيق التهدئة في المنطقة وإذا ربط الأمر سيد فرحات بهذا الضغط من الخوثين على البحر الأحمر ستقوم هذه الجماعة دائما بتهديد الملاحة لتحقيق مكسب ما وبالتالي تدخل دائما في أي صراع تود التأثير عليه ربما بتوجيه من إيران طبعا نحن لا ندافع عن استخدام العنف من جانب جماعة الحوسي سواء ضد الدولة اليمنية أو خارج نطاق الدولة اليمنية لكن النقطة الأساسية هنا أن التعامل مع جماعة الحوسي له سياقات أخرى وأيضا جماعة الحوسي مشروعها الأساسي هو مشروع داخلي وبالتالي يجب التعامل معه في سياقات مختلفة تتعامل مع إعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وإعادة الاعتبار للدولة اليمنية نفسها وإنهاء كل المشروعات الإنفصالية أو المشروعات الداخلية لكن تظل بصرف النظر عن التفاصيل في هذه المسألة تظل هذه سياقات أخرى للتعامل مع جماعة الحوسي لكن ما يحدث في قطاع غزة هو قدم مبرر لجماعة الحوسي لتوسيع حجم شعبيتها لكن دكتور فرحات عفوا المقاطعة هل فعلا في رأيك ينعكس الضغط الحوثي وما يقوم به من تهديد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن على فرص ومسار التسوية والمشهد بشكل عام في غزة هل تراه يؤثر بشكل مباشر يعني أعتقد أنه لن يؤثر لأن القرارات الأساسية سواء للاحتلال الإسرائيلي أو للولايات المتحدة الأمريكية يعني أعتقد أنه مازال يتعامل مع كل هذه التحولات أو هذه المتغيرات باعتبار أنها متغيرات يجب العمل عليها أو يمكن العمل عليها سواء المتعلق بالجبهة الشمالية وأقصد طبعا حزب الله أو الميليشيات ما تقوم به الميليشيات العراقية داخل العراق ضد مؤسسات أو ضد مصالح أمريكية أو جماعة الحوسي كل هذه العمليات أو هؤلاء الفعالين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ينظران إلى هؤلاء الفعالين باعتبار أنها أصار ترتبط بما يقوم به الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة وبالتالي التأثيرات الكبيرة في رأيي لهذه العمليات سواء من جانب الحوسي فيما يتعلق بغزة تأثيرات محدودة لكن يظل تأثيرها بالتأكيد الأخطر يتعلق بحرية الملاحة يتعلق بالتجارة العالمية لأن العالم ليس لديه طرف التجنب المرور عبر هذه الممرات المائية هناك ممرات بديلة لكن تكاليفها المالية أعلى بكثير تكاليف التأمين أعلى بكثير عدد الشحن أعلى بكثير المشكلات الفنية على فترات طويلة من العام مختلفة تماما فبالتالي كل هذا يشير إلى أن ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر والمضايق والممرات المرتبطة به تمثل مصلحة استراتيجية للعالم لكن ما يقوم به جماعة الحوسي بالتأكيد هو يؤثر على حرية الملاحة وبالتالي إذا كان الهدف العالم هو عدم التأثير على حرية الملاحة فيجب أن يتعامل مع المداخل الحقيقية لضمان حرية الملاحة وحرية التجارة في هذه المنطقة المهمة وفي رأيي ليس استخدام القوة العسكرية هو الذي سوف يضمن حرية الملاحة في المنطقة من ضمن الأخبار التي وردت أن كبير مفوضي جماعة الحوثي محمد عبد السلام قال أن وفد الجماعة التقى في موسكو اليوم مع بوكدانوف نائب وزير الخارجية الروسي لبحث الموقف في المنطقة وأضاف أيضا عبر منشور على منصة إكس دكتور فرحات قال تناولنا همية تكثيف الجهود للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف الحرب في غزة كيف تفسر هذا اللقاء ما تقوم به الجماعة أيضا على مستوى الدبلوماسي ودو طالب بضرورة الضغط من قلب العاصمة الروسية موسكو يعني طبعا نحن في مرحلة تتسم بدرجة كبيرة من السيولة في النظام العالمي وهناك محاولات لإعادة فرز أطراف كثيرة تستخدم أو تستغل هذه المرحلة لتثبيت موقع لها في النظام العالمي الجديد في إطار أو من خلال عملية بناء محاور جديدة في العلاقات الدولية وحتى الآن يبدو أن هناك محور غربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتوف وفي المقابل هناك ما يشبه محور جديد الصين وروسيا ودول أخرى تحاول الاستفادة من هذا المحور ونفس الأمر ينطبق على الفعالين من غير الدول الفعالين من غير الدول إما أنهم يحاولوا استفادة من قدرات دول معينة أو أن يحصلوا على درجة من الاعتراف السياسي هذا ربما يكون أحد الأهداف ليس بالضرورة تعظيم القدرات العسكرية أو غيره لكن حتى الحفاظ على أو اكتساب درجة من الاعتراف السياسي هذه في حد ذاتها ربما تكون واحدة من الأهداف الأساسية التي تعمل عليها هذه التنظيمات إذا رجعنا ما يحدث في العالم الكثير من الأزمات الدولية سنلاحظ أن هؤلاء الفعالين يحاولون الخروج من نمط الفعالين أو التنظيمات الإرهابية أو الميليشيات أو غيره ليقدموا نفسهم باعتبار أنهم أقرب إلى الفعالين السياسيين لتعظيم مكاسبهم السياسية من حالة السيولة الدولية القائمة دكتور محمد فرحات مدير مركز الهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك